ثلاثة طريقة الدخل بنقول حسب هذه الطريقة فإن الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الدخل يساوي الدخل المحلي الصافي زائد الضريبة أو الضرائب غير مباشرة زائد إهلاك رأس المال ناقص الإعانات الإنتاجي طيب دلوقتي عايزين نفسر كل مكون من مكونات المعادلة المعادلة الصبقة في نقاط التالي بنقول أول حاجة الدخل المحلي الصافي اللي هو ال-NDI بنقول ال-NDI أو الدخل المحلي الصافي نطلق عليه أحياناً قيمة الدخل المحلي بتكلفة عناصر الإنتاج اللي هي باختصار اللي هي عوائد عناصر الإنتاج اللي هي الأجور زائد الأرباح زائد الفوائد زائد الريع لما نجمع هذه العناصر أو لما نجمع عوائد عناصر الإنتاج الأربعة نحصل على ما يسمى بالدخل المحلي الصافي اللي هو ال-NDI ونلاحظ أن دخل المحلي الصافي ما هو اللي عبارة عن دخول عناصر الإنتاج اللي سهمت في العملية الإنتاجية فقط ومن هذا التعريف يتضح لنا ومن هذا التعريف يتضح لنا أنه لابد أن تساهم عناصر الإنتاج في الناتج المحلي حتى يمكن احتساب ما تحصل عليه من دخول ضمن الدخل المحلي ومعنى ذلك أن مدفوعات الضمان الاجتماعي اللي الحكومة بتدفعها أساساً للمعوقين والعجزة والمسنين ما تتحسبش خالص ضمن قيمة الدخل المحلي وبالمثل تماماً بنقول أن انتقال ملكية الأصول من شخص إلى آخر كانتقال ملكية المنازل أو الأوراق المالية برضو لا تدخل ضمن قيمة الدخل المحلي لأنها ما هي إلا مجرد انتقال للملكي طيب الحاجة اللي أنا عايز أقول عليها دلوقتي بنقول أن اللي حابين نركز كلامنا فيما هي العوائد وما هي الدخول التي تحصل عليها عناصر الإنتاج والتي تدخل في حساب الدخل المحلي نقول هي على النحو التالي ألف الأجور والمرتبات ودي طبعاً بتبقى جميع ما يحصل عليه عنصر العمل مقابل خدماته الزهنية والبدنية في اشتراكه في العملية الإنتاجية الحاجة الثانية اللي هي بائل هي الأرباح والفوائد والأرباح طبعاً هي أرباح الشركات والمؤسسات التعاونية وأما فيما يتعلق بالفوائف هي تمثل العائد على الأموال المدعفة في البنوك جيم الإجارات وتشمل كل إجارات المساكن والمحلات التجارية والمزارع كما تشتمل على قيمة تقديرية لإجارات المساكن اللي أصحابها أساساً بيسكنوا فيها الحاجة الرابعة دخول أصحاب الأعمال الصغيرة وهي التي لا تدخل ضمن البنود السابقة مثل دخول أصحاب المحلات الصغيرة زي البقالة والمطاعم وغيرها مما سبق يمكن أن نكتب معادلة الدخل المحلي الصافي اللي هو ال-NDI على النحو التالي الدخل المحلي الصافي بيسوي الوجور والمرتبات الوجور والمرتبات زائد الأرباح والفوائد زائد الإيجارات بتاعت المساكن زائد دخول أصحاب الأعمال الصغيرة زي البقالة والمطاعم كما كنا من قبل وبعد ما بنحسب طبعاً وبعد ما بنحسب الدخل المحلي الصافي اللي هو ال-NDI لابد أن نكون بميال إهباء الضبط واحد نضيف الضرائب غير المباشرة والضريبة غير المباشرة زي ضريبة الانتاج وضريبة المبيعات وهي الضرائب التي تفرضها الحكومة على المنتجين وبتتحسب طبعا ضمن تكاليف الانتاج ولكن في الحقيقة يستطيع المنتج أو رجال الأعمال أنهما ينقلوا عبء هذه الضريبة لضرائب غير المباشرة من على أنفسهم ويحملوها طبعا للمستهلك النهائي فالضريبة غير المباشرة تختلف عن الضريبة المباشرة إيه الفرق بين الضريبة المباشرة وغير المباشرة هنقولوا على النحو التالي الضريبة المباشرة بيتحملها المكلف مباشرة ولا يستطيع أن ينقل عبءها لشخص آخر بينما الضريبة غير المباشرة هي ضريبة يتحملها المكلف ويقوم بنقل عبءها إلى شخص آخر وهو المستهلك النهائي وذلك عن طريق رافع طبعا سعره في النهاية بقول أن فيه ملاحظة همة جدا لازم نعرفها كويس جدا اللي هي صافي الضريبة غير المباشرة ايه هو صافي الضريبة ازاي بحصل على صافي الضريبة غير المباشرة قال لك صافي الضريبة غير المباشرة ما هو الا اجمالي الضريبة غير المباشرة ناقص اعانات الانتاج طيب انا دلوقتي اضفت الضريبة غير المباشرة الى الناتج المحلي الصافي دخل المحلي الصافي عشان كخطوة من خطوات الحصول على الناتج المحلي الجمالي طيب بعد ما اضفت الضريبة الغير المباشرة بعمل ايه دلوقتي بضيف تاني مرة بضيف إهلاك رأس المال وهو عبارة عن رصيد نقضي يخصص لإحلال الآلات والمعدات الجديدة محل الآلات ومعدات تم استهلاكها في العملية الإنتاجية طيب بعد الكلام ده كله بعمل إيه؟ قالك بنترح قيمة الإعانات الإنتاجية يبقى يخلني بالنا يبقى إحنا دلوقتي الدخل المحل الصافي بنضيف عليه مين؟ بنضيف عليه الضريبة غير مباشرة وبعدين بنضيف عليه إهلاك رأس المال وفي الآخر بنطرح منه الإعانات الإنتاجية طيب إيه الإعانات الإنتاجية ديت؟ هي عبارة عن مدفوعات بتدفعها الدولة من ميزانيتها لبعض المنشآت التي تقوم بإنتاج السلع والخدمات الضرورية بغرض جعل أسعار هذه السلع والخدمات في متناول الإيه المستهلكي ويتم طرح الإعانات الإنتاجية للحصول على الناتج المحلي الإجمال وفي النهاية دلوقتي قبل أن ننتهي من هذه النقطة بنستعرض الجدول المجمع النهائي هذا الذي يوضح طرق قياس ناتج المحلي الإجمالي مع بعضه في طبعا الشكل اللي احنا شايفينه الآن عندنا دلوقتي أو في هذا الجدول عندنا سلاسة أعمدة في أقصى اليمين اللي هي طريقة الإنفاق ثم في الوسط طريقة الداخل ثم في اليسار طريقة الإنتاج بالنسبة لطريقة الإنفاق بشكل سريع إحنا هنا دي بمجرد ملخص وتجميع لما سبق ذكره بنقول دلوقتي في طريقة الإنفاق الإنفاق الأكلي يشمل ما يلي الإنفاق الاستهلاك العائلي والإنفاق الاستثماري والإنفاق الحكومي على الاستهلاك وعلى استثمار وصافي الصادرات نرجع تاني بالتفصيل نقول إن إنفاق الاستهلاك العائلي يتضمن الإنفاق على السلع الاستهلاكية المعمرة والإنفاق على السلع الاستهلاكية غير المعمرة والإنفاق على الخدمات بينما الإنفاق الاستثماري يتضمن ما يأتي الإنفاق على التكوين الرأسي مالي إلى ولالة والمعدات التغيير في المخزون الإنفاق على الاستثمار في المباني السكني بعد كده الإنفاق الحكومي على الاستهلاك والاستثمار يتضمن دفع رواتب وموظفين أو دفع رواتب موظفين للحكومين بدون الدولة مشتريات الحكومة من السنع والخدمات الإنفاق الحكومي على البنية الأساسية ومشروعات الدولة زي التعليم والصحة والكبار والمياه وما إلى ذلك أخر حاجة في الإنفاق الحكومي اللي هو صافي الصادرات اللي هي الصادرات ناصر واردات كل القصة ديها لابد أن تساوي في النهاية الناتج المحالي الإجمالي بطريقة الإنفاق الجزء الأوسط من الجدول أو الشكل اللي هو طريقة الدخل بنقول في هذا بنقول عوائد أو عناصر طريقة الدخل يقصد بطريقة الدخل هنا لها دخول أو عوائد عناصر الإنتاج وتشتمل على الأجور والمرتبات زائد الفوائد والأرباح زائد الإيجارات زائد دخول أصحاب الأعمال الصغيرة التي لم تدخل في البنود طبعا السابقة كل ده بيساوي ما يسمى بالدخل المحلي الصافي اللي هو ال-NDI اللي إحنا لسا مخلصين الكلام عنه بعد ما بنحصل على الدخل المحلي الصافي بنضيف الضريبة غير المباشرة ثم نضيف مرة أخرى إهلاك رأس المال وفي الآخر بنشيل إعانات الإنتاج أو نطرح إعانات الإنتاج لكي نحصل على الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الدخل وفي النهاية العمود الأخير من الشكل بنقول بيحكينا عن طريقة الإنتاج في طريقة الإنتاج هنا بنحط قيمة السلع والمنتجات النهائية وبيشمل هذا الكلام طبعا سلع الزراعية والسلع الصناعية والخدمات بما فيها من خدمات تعليمية وصحية ومهنية وسياحية وخدمات نقل كل هذه القيمة من السلع والخدمات بنحصل بنجمع قيمة السلع والخدمات بنحصل على ما يستمع بالناتج المحلي الإجمالي بطريقة الإنتاج طبعا لابد أن نلاحظ في نهاية قبل ختام هذه النقطة بنقول أن الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الإنفاق لابد أن يتساوى تماما مع الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الدخل ولابد أن يتساوى مرة أخرى بشكل تام مع الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الإنتاج